ما هو السحر في نظر قداستكم هل هو حقيقة ام خداع وان لم يكن حقيقة فكيف يقول للمسيح عن المرأة المربوطة انها ربطها الشيطان 18 السحر هو عمل من اعمال الشياطين وممكن اللي بيشتغلوا مع الشياطين يشتغلوا بقوة الشياطين في السحر ووردت عبارة السحر في قصة موسى النبي مع سحرة مصر موجودة في سفر الخروب وكانوا بيعملوا حاجات عجيبة يعني بقوة الشيطان لكن هل يوجد حاليا سحرة حقيقيون بيشتغلوا مع الشياطين بجد ده سؤال وهل لو وجد هؤلاء هل لهم سلطان على الاشخاص المهمنين اللي عايشين مع ربنا ولا كان السحر الزمان ايام عبادة الاصنام ممكن لكم تأثير كل دي مسائل عايزة تفكير وفي سفر الاعمال نجد انهم اخذوا كتب السحرة وحرقوه يعني كان فيه سحرة بيشتغل فدول بيشتغلوا بقوة الشياطين لكن الى اي مدى الى اي مدى الشيطان بيقدر يشتغل دلوقتي بعد ان ربط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر